كل سنة وحضراتكم طيبين رمضان خلاص على الأبواب كل سنة وانتوا بخير وصحة وسعادة واللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا رب العالمين النهاردة ليلة النص من شعبان وليلة النص من شعبان بعض الفقهاء بيقولوا انه يستحب صيام نهارها وقيام ليلها والتقرب إلى الله فيها بالذكر والدعاء وهنتكلم أكتر النهاردة عن فضل ليلة النص من شعبان مع عضفنا اللي منورنا فضيلة الشيخ السيد نجم من علماء وزارة الأوقاف أهلا بحضرتك أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذة منال وكل سنة وحضرتك طيبة وأسرة البرنامج كلهم كل سنة وحضرتك طيبة في البداية في حاجة أنا شخصيا كانت شغلاني وعايز أستاذ المشاهدين يشاركوني ده فإنه عايز أبدأ النهاردة بقصة تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى الكعبة المشرفة وده كان تأثيره إيه على المسلمين في الفترة دي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد فطبعا ليلة النص من شعبان هي ليلة مباركة عند الله سبحانه وتعالى ومن فضلها حتى قال الإمام الشافعي في كتابه الكبير كتابه كده اسمه الأم فيقول بأنها ليلة الإجابة وطبعا شهر شعبان له من الفضائل الكثير والكثير وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله ومن الأحداث التي حدثت في هذا الشهر العظيم هو حادث تحويل القبلة حيث كان النبي عليه أفضل الصلاة والسلام يناجي ربه ليلة نهار وينظر إلى السماء فأنزل الله تبارك وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك قبلة ترضاها طيب النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش عنده مشكلة خالص وهو في مكة إنه هو متجه إلى المسجد الأقصى ليه لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيجعل الكعبة أمامه يعني كان النبي بيقف في المكان اللي هو بين الركن اليماني والركن اللي فيه الحجر الأسود فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيقف هنا ويجعل الكعبة أمامه ويتجي إلى المسجد الأقصى فما كانش فيه مشكلة خالص كان الاتنين نفس القبلة بالزبط في المكان ده بالزبط لأنه طبعا حضرتك عارفة في الكعبة المشرفة بتصلي حوالين أقوله بالزبط المشكلة حدثت بقى لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة فأصبحت الكعبة الشريفة خلف النبي عليه الصلاة والسلام وهو متاجه إلى المسجد الأقصى سيدنا البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أرضاه بيقول ظل النبي عليه الصلاة والسلام الحديث في البخاري ظل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى المسجد الأقصى ستة عشر سبعة عشر شهرا ستاشر شهر أو سبعتاشر شهر يعني سنة وخمس شهور أو ست شهور تقريبا فالنبي عليه الصلاة والسلام أعدي يصلي هذه الفترة كلها في بداية الهجرة النبوية المباركة في المدينة فأعدي يصلي تجاه المسجد الأقصى وبعدين النبي يعني عايز تكون أمة الإسلام هي أمة مميزة مميزة في كل شيء مميزة في عقائدها مميزة في تربيتها مميزة حتى في قبلتها فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني حابب إنه تكون قبلته هي الكعبة النبوية المشرفة فجعل ينظر إلى السماء ويدعو الله تبارك وتعالى حتى أنزل الله تبارك وتعالى هذه الآيات المباركات في سورة البقرة قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة إذن النبي عليه الصلاة والسلام فرح فرح شديد جدا وطبعا صلى أول صلى صلى الله النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأراء القوية أن أول صلى صلى الله هي صلاة الظهر وبعدين في واحد من الناس صلى مع النبي صلاة الظهر إلى القبلة الجديدة اللي هي الكعبة المشرفة ومشي راح إلى قبيلته فوجدهم يصلون العصر على القبلة الأديمة المسجد الأقصى فقام آي البعيل وصوته كده قال أشهدكم أني جئت من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن القبلة قد حولت إلى الكعبة المشرفة فداروا وهم ركوع يعني ضياروا كده وهم رصولوا واجهوا إلى الكعبة المشرفة فطبعا سمي هذا المسجد اللي احنا بنروحه دلوقتي وبنزوره لما نروح المدينة مسجد القبلتين أو ذو القبلتين أنا صلت فيه يعني كلنا طبعا بنروح نروح مزارات في المدينة النبوية المباركة فطبعا بنروح زيارة وبنصلي فيه لفضل الصلاة فيه هذه قصة تحويل القبلة وطبعا ده يعني مكانة لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إن ربنا يقول له فلنولينك قبلة ترضاها اللي انت عايز يا رسول الله نعمله يا مكانة النبي عند ربنا سبحانه وتعالى وصلت إلى هذه الدرجة إلى إنه يقول له اللي بيرضيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هنعمله لك فحولت القبلة في أرجح الأراء في شهر شعبان وهناك أراء تقول بأنها في ليلة النصف من شعبان طيب احنا كلنا تعودنا من صغرنا على مقولات أحاديث اتربنا على بنروح نصلي في الجامع الشيخ فلان بيقول كذا أيام ربنا كلها أيام جميلة وأيام عظيمة وندعي ربنا في أي وقت بالنهار الصبح بالليل قبل الصلاة بعد الصلاة ربنا بابه مفتوح للجميع لكن بناء بنسمع أنه في أيام معينة عند ربنا سبحانه وتعالى ليها فضل هل ليلة النصف من شعبان زي ما قلت في المقدمة بعض العلماء بيقولوا أنه مستحب الصيام فيها وقيام الليل هل الصيام ده سن عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عايز تصوم تصوم مش عايز تصوم انت حر وهل ليها فضل خاص بيها تعالي كده يا سيدة منال نتذكر حديث النبي عليه أفضل الصلاة والسلام بيقول لنا يعني هي الأيام كلها أيام مباركة بفضل الله ولكن ربنا سبحانه وتعالى جعل لأمة النبي عليه الصلاة والسلام يعني نفحات وبركات وعطايا يقول لهم أنا أهديك عطايا في اليوم الفلاني زي مثلا يوم عرفة زي ليلة القدر وكذلك ليلة النصف من شعبان فيقول لنا النبي عليه الصلاة والسلام إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها فلعل أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يبأس بعدها أبدا ومن هذه النفحات وهذه العطايا ليلة النصف من شعبان تعالي حضرتك احنا عندنا بعض الأحاديث الواردة في فضل ليلة النصف من شعبان بعضها قوي جدا في الحجة وبعضها يعني ضعيف وطبعا عندنا مذاهب للعلماء يقول لك إنه هو الأحاديث الضعيفة يعمل بها في فضائل الأعمال طالما إنها مش أحكام يبقى خلاص ممكن إن احنا ناخد بيها أول حديث ده حديث صحيح يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله تبارك وتعالى يطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن خلي بالنا من كلمة مشاحن جدا جدا الحديث الثاني يعني مي مشاحن علشان اه مشاحن اتنين بيتخنوا مع بعض اتنين بيتخنوا مع بعض بالزبط المشاكل دي تبقى قائمة مش بتتحل بالزبط لا المشاحن اللي هو بيضمر العداوة وبيظهر العداوة بدون وجه حق ما عندهش حق هو عنده حقد وغل وحسد من الناس عنده مرض قلبي والعياذ بالله بس هو يا شيخنا هو مش مدرك إنه عنده مرض قلبي ولا بيحسد هو مدرك أو فاهم إنه على حق لا ده مشكلة ده عنده يعني ده اللي بنسميه بقى الجهل المركب إن انت تبقى غلطان وفاكر نفسك إن انت على حق لا ده انت تتراجع نفسك وتشوف علاقتك مع الناس عاملة ازاي ترى الناس بيحبوك ولا الناس بينفروا منك لو بينفروا منك دور في نفسك تاني لأن ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في أواخر صورة مريم قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعلوا لهم الرحمن وده وده يعني إيه انت متآلف بين الناس في بينك وبين الناس ألفة الناس يقول لك إيه والله أنا أول ما قابلت فلان الفلان ده حبيته طب حبيته ليه هو ربنا جعل الحب ده كده يعني من أول لقاء فودا أي محبة في قلوب عباده فانظر كده لو الناس بينفروا منك ويبعدوا عنك ويعني بيقولوا عنك كلام كتير إن انت منتش لطيف في المعاملة يبقى راجع نفسك مرة واثنين وتلاتة لأن ربما تكون انت فعلا مشاحن ودي مشكلة كبيرة جدا يبقى ده أول حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام تاني حديث النبي عليه الصلاة والسلام أسم الناس لثلاث أنواع نوع مؤمنين ونوع غير مؤمنين ونوع تالت مؤمنين بس متخصمين فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه إن الله تبارك وتعالى يطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان فيغفروا للمؤمنين ويملي للكافرين يملي يعني يسيبهم شوية يديهم فرصة ويدعوا أهل الحقد لحقدهم حتى يدعوه يعني يسيبهم كده أهل الحقد ذو اللي يسيبهم ربنا مش هيغفر لهم إلا لما يتصلحوا مع بعض أو يطهروا ما بأنفسهم لأن ربنا سبحانه وتعالى في صورة الشعراء بيقول لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ولذلك حضرت النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا إيه لما سؤل يا خالنا تعرفين من أفضل الناس لما سؤل يا رسول الله من أفضل الناس النبي ما قالش المصلين ولا المزكين ولا اللي بيحجوا ولا اللي لا 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 النبي عليه الصلاة والسلام قال صنفة تاني خالص قال كل مخموم القلب صدوق اللسان فالصحابة استغربوا يا رسول الله طيب صدوق اللسان احنا عارفينه واحد صادق في كلامه فما مخموم القلب قال هو التقي النقي الذي لا غل فيه ولا حقد ولا حسد البنظيف البؤبيض زي ما بنقول ولذلك كده النبي عليه الصلاة والسلام قاعد في المسجد فقال للصحابة رضوان الله تعالى عليهم يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة في واحد هيخش علينا دلوقتي دا من أهل الجنة فبيقولوا دخل واحد كده ماسكنا عليه في ايده ويعني بيقطر ما من أثار الوضوء فالراجل دا دخل فالنبي صلا في اليوم الثاني قال يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة فدخل نفس الراجل تالت يوم يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة نفس الراجل فسيدنا عبد الله بن سيدنا عمر بن العاص قال إيه أنا هتتبع الراجل ده شو بيعمل إيه ودي بنسمى بقى الغيرة المحمودة في العبادة بقى فرح للراجل قال له إني لا حيت أبي يعني في بيني وبين أبوي خصومة وأنا جاي استضفني عندك ثلاثة أيام قال له أهلا وسهلا نتفضل فسيدنا عبد الله بيقول أنا أعدت أرأبه أشوفه بيعمل إيه زيادة عننا فبيقول فما وجدت له كثير صيام ولا صلاة ده صلاة عادية خالص وصيام عادي خالص بل بالعكس ممكن إحنا بنعمل أكتر منه فنهاية الثلاثة أيام سيدنا عبد الله ما يقول له إيه والله ما كان بيني وبين أبي شيء ولكني سمعت رسول الله قال كذا وكذا وأنك من أهل الجنة فخبرني ماذا تفعل قال له ما فيش حاجة خالص إلا اللي انت شفته ولما سيدنا عبد الله همى أن يخرج أم نديله الراجل قال له انت عارف هي إيه بقى قال له قال له لا شيء غير ما رأيت إلا أنني أبيت وليس في قلبي غل ولت لأحد من الناس يا سيدنا عبد الله قال له آه بهذه سبقتنا ده ما يحط راسه كده على المخدة بالليل لعنده كره الحد ولا حئد الحد ولا ومسامح الناس ودي منزلة عظيمة نكتسامح الناس في هذه الليلة المباركة آه الحديث بقى التالت اللي هو بنقول به بعض الناس أخذوا به وبعض الفقهاء قالوا لا يعني ما وردش عن النبي عليه الصلاة والسلام تخصيص هذه الليلة بصيام ولا قيام فالنبي عليه الصلاة والسلام قال عن ليلة النصف من شعبان آه يعني أن الله تبارك وتعالى يغفر لمن قام ليلها وصام نهارها يعني يصوم النهار بتاعه ويقيم الليل بتاعه وده قالوا حديث يعني ضعيف شوية ولكن بعض العلماء قالوا بنأخذ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ودي فضيلة وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من الصيام في شهر شعبان حتى قالوا ما رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صياما في شهر أكثر منهم في شهر شعبان يعني النبي ما تمش صيام شهر كامل إلا شهر رمضان وبعدين لو جينا في المرتبة التانية إيه أكثر شهور صياما للنبي هو شهر شعبان طب أنا عايز أسأل سؤال هو إيه الحكمة من ليلة النصف من شعبان يعني ليه ربنا سبحانه وتعالى جعل لها فضيلة آه ده لازم نسأل نفسنا السؤال ده ده ربنا سبحانه وتعالى بيدربنا على سيام رمضان على سيام رمضان طبعا من ناحية وعلى نحن ندخل رمضان بقلوب نظيفة آه ده أنا هنقق قلبي من الغل والحقد والحسد والكره للناس لا ده أنا هدرب نفسي على حاجات جميلة جدا عشان أدخل على رمضان بإذن الله رب العالمين بقلبي نظيف أصوم وأصلي وأتطوع وأتصدق وأقرأ القرآن وأحب الخير للناس وأرقف على المسكين والأرمالة واليتيم والكلام ده كله فإبدا تدريب عملي لذلك طيب التدريب العملي ده هل هناك قراءات محددة بتقربنا هل فيه نوافل بتقربنا أكتر هل فيه أوراد نعملها في شهر شعبان بيبقى ليها فضل أكتر نعم هو قاله طبعا بأن القيام الليل في شهر شعبان أو في ليلة النصف من شعبان بعض العلماء وأنا أكون دقيق ومحدد إن البعض قال ولذلك أنا بادعو الناس النهاردة يا أخوانا ترفعوا عن الخلافات بلاش الخلافات هنقعد نلاحي بعض ونحاجق بعض لا ده سنة لا مش سنة والعلماء القدامى يعني رحمهم الله تبارك وتعالى كافون مؤنت هذا الخلاف يعني إيه حسموا هذا الخلاف إن بعض الناس بيعملوا هذه الأعمال في ليلة النصف من شعبان والبعض الآخر ما بيعملش يا سيدي إنت لا أنا هنكر عليك ولا إنت تنكر علي فطبعا إيه السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضها بتقول شفت النبي بيصلي بالليل ده في ليلة النصف من شعبان والبعض بيقول إن هو كان دعاء النبي على طول فبتقول فأطال السجود فالسيدة عائشة بتقول حتى ظننت أنه قد قبض إن النبي مات من كثرة السجود فبتقول فسمعته يعني قعدت تقرب شوية كده من النبي فسمعته بيدعي دعاء بيقول إيه اللهم إني أعوذ برضاك من صختك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فيا سلام لو إحنا وإحنا بنصلي نقول هذا الدعاء ده دعاء مأثور عن حضرة النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ برضاك من صختك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ده دعاء ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في دعاء تاني طبعا أنا مش عايز يا أخوانا نلزم نفسنا بدعاء ادعي القلبك يحس بيه ادعي اللي أنت عايزه من ربنا سبحانه وتعالى ادعي بالستر بالصحة بالرضا بحسن الخاتمة مش بالضرورة قوي نلتزم بالحاجات قدرنا خير وبركة بالضبط ونضيف كمان ده اللي أنا عايز أقوله يا أخوانا ما نحصرش نفسنا في حاجة أنا هاعد أحفظها أو ربما إن أنا أكتبها في ورقة وأحطها قدامي وأنا بصلها أقرأها لا أنا عايزك تتكلم مع ربنا قول لربنا عالف نفسك كله يا رب أنا عندي ديون يا رب سددها يا رب باركلي في أولادي يا رب باركلي في رزقي يا رب باركلي في أسرتي يا رب باركلي في صحتي أعد أتكلم مع ربنا سبحانه وتعالى ولذلك إحنا عندنا تلت هدايا النهاردة من خلال برنامج حضرتك تلت هدايا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تبارك وتعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل فطبعا يقول إيه هل من مستغفر فأغفر له هل من مسترزق فأرزقه هل من مبتلى فأعافيه التلاتة اللي إحنا كلنا بندور عليها المغفرة الرزق الابتلاء إن ربنا يبعد عننا الابتلاء وإحنا دلوقتي بنقول ارفع أكفة ضراعة والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى وقول يا رب إحنا في ابتلاء كورونا يا رب ارفع عننا يا رب يا رب بحق هذا الشهر الكريم يعني نصحى قبل فجر بساعة نعم نقعد نتعبد ونقيم الليل أسر قيام الليل دي الناس فهمان أنا طول الليل أفضل أصلي إنما ممكن يبقى جزء من الليل ممكن يبقى ساعة نص ساعة اللي تقدر عليه ولذلك بقى أعوب بحضرتك حضرتك أثرت نقطة في غاية الأهمية يا ترى أصلي يعني طول الليل أو في الساعة اللي قبل الفجر دي أصليها كلها ولا أجعل فيها دعاء أجعل فيها استغفار أجعل فيها صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لما سيدنا أبي بن كعب رحل النبي عليه الصلاة والسلام وقال له إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي هي دل لحدك بتقوليها اللي هو أنا بصلي ساعة أجعل لك كم من هذه الساعة يا رسول الله قال له ما شئت قال يا رسول الله الثلث قال ما شئت وإن زدت فهو خير قال يا رسول الله النصف قال ما شئت وإن زدت فهو خير قال يا رسول الله أجعل لك صلاتي كلها قال له إذن يكفى همك ويفرج كربك ببركة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام دي فاخوانا نوعوا العبادة في الساعة دي في الثلث الأخير من الليل ما بين صلاة ما بين دعاء ما بين استغفار ما بين صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عايز تقرأ ورد من القرآن ماشي عايز تزيد في الطاعة ماشي كل ده مقبول بمشيئة الله عند رب العالمين إن شاء الله يعني شهر شعبان كله فضل وشهر رجب وشهر رمضان كلها شهور بتاعت ربنا وفضلها كبير وكمان بيقال إنه الثلاث يام بقى 13 14 و15 لأنه أنا سمعت شيخ بيقول إن كل الكلام ده حدثك وضحت إنك في بعض العلماء قالوا ده وبعض العلماء مش مع ده وفي الآخر إحنا بنختار إحنا بنذكر ربنا بالزبط نذكر بقى في نصف شعبان في يوم 13 14 15 مش فرق لا ننكر على بعض صح كده؟ لا هي بس يا الأيام القمرية واردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في سنة صحيحة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الأيام القمرية اللي هي 13 14 15 اللي هي داخل فيها ليلة النصف من شعبان ده في كل شهور الهجرية كل شهور الهجرية ده وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم من صيام النافلة التطوع يعني أنت عايز تصوم وتتقرب إلى الله لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترطته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينا ولئن استعاذ بي لأعيذن فإحنا طبعا بنتقرب إلى الله بالنوافل أنا مش قادر أصوم ليس عليك حرج وهي مش فريضة الفريضة الوحيدة في الصيام هي شهر رمضان شهر رمضان والتقرب إلى الله في أي وقت والليل قامرية جماعة علميا بقى إنها طاقتها بتبقى من أعلى الطاقات اللي بتشحنها طاقة إيجابية بإذن الله تعالى وده لو مارسنا فيه تقصنا وصلتنا وعباداتنا هتبقى قوية بإذن الله شكرا ليك فضيلة الشيخ السيد نجمي من علماء وزارة العوقاف ودلوقتي خلونا نروح لفاصل ونرجع نكمل حلقتنا